منذ قديم الأزل وتهتف جماهير نادي الزمالك بهتافات وأهازيج شهيرة تعبر من خلالها عن متى العشق الفريق بينها وبين ناديها فتتغنى بأسماء نجوم الفريق وبتاريخه وبعراقته وتعلن سعادتها بالكرة الجميلة الممتعة التي يقدمها الفارس الأبيض بأهازيج شهيرة لا زالت تمثل العنوان الرسمي لجماهير القلعة البيضاء الهتاف الأشهر لجماهير الزمالك على مدار تاريخه كان يا زمالك يا مدرسة لعبوا فنوا هندسة بدأت حكاية ذلك الهتاف مع انتقال حسين حجازي من صفوف الأهل إلى صفوف الزمالك واستطاعته قيادة الفريق الأبيض لانتصار عريض على حساب الأحمر ويطلق حجازي تصريحا شهيرا وقتها يؤكد فيه أن مدرسة الزمالك تفوقت على الأهل ليلقى تصريح حجازي انتشارا واسعا بين أنصار ميت عقبة في ذلك الوقت في الوقت نفسه أطلقت جماهير الزمالك لقب فريق اللعب على الرباعي عبد المصحي وحمادة إمام وعلي شرف وعلاء الحامولي كونه كان الرباعي الموهوب صاحب الفنيات الكبيرة والقادر على امتاع الجماهير بألعاب مميزة كما جاء مصطلح فن في هتاف الزمالك لانتماء عدد كبير من الفنانين للقلعة البيضاء وعلى رأسهم محمد رشدي وشكري سرحان وصلاح ذو الفقار بينما أطلقت جماهير الزمالك مصطلح الهندسة على أداء فريقها دعما وتكريما للمقاول الزمالكاوي الكبير علو الجزار والذي وافق على تقسيم حلم زامورة رئيس النادي الأسبق القيمة المالية لإصلاح وصيانة مدرجات ملعب النادي ومن هنا جاء شعار وهتاف جماهير القلعة البيضاء الشهير يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة اشتركوا في القناة